عقد أول اجتماع بالمقر الجديد لوزارة البترول وتروى المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتراول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعية إلى جانب مناقشة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات في إطار الخطة الاستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بصفة عامة وبالأخص نحن نتكلم في مشروعات القيمة المضافة ولا سيامة التوسع في تحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي طبعا ده علشان خاطر نعظم الاستفادة من مواردنا الطبيعية زي الغاز الطبيعي فإحنا في إطار هذه الخطة القومية والمبادرة الرئاسية لزيادة عدد السيارات المحاولة للعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي التوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي